كاب راديو من الشمال للجنوب على المستوى ازمة تشكيل الحكومة في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد جبرون المتقف والكاتب والأستاذ الجامعي في مدة التاريخ والفاعل السياسي باعتباره عضوا في حيث العدلة والتنمية وكذلك ناشط في حركة التوحد والإصلاح مرحبا بك يا دكتور مرحبا وشكرا لك على هذه التقديم وكذلك شكرا لإداعتك الراديو ولمستمعيها الكرام دكتور جبرون الآن مرت ما يناهز من خمس أشهر على تكليف أستاذ بن كيران بتشكيل الحكومة وإلى حدود للحظة لازال هناك التعطور لازالت الحكومة في حكم المجهول إذا أردنا توصيفا لما يحدث الآن في المغرب كيف تشوفوا ما يقع الآن في بلانها أولى بسم الله الرحمن الرحيم بداية فحقيقة هذا الوقت الذي مضى منذ تكليف الأستدعب الإله بن كيران بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر هو وقت ليس بالقصر وليس بالهيين هذا كله عمر سياسي حقيقي للأسف الشديد كان يمكن بزاف الأشياء تم خلال هذه المرحلة في حال وجود حكومة ولكن للأسف يبدو بأن هناك عطالة حقيقية للمؤسسات السياسية المعنية بإنتاج السياسة وعلى رأسها إنتاج القوانين المراسيم وهذا هو اللي في المحصلة النهائية هو التنمية هو التقدم هو الدينامية للبلاد ولهذا لا يمكن لأحد اليوم بعد مرور هذا الوقت أن يعتبر أن الأمر طبيعي وعادي ويجري في كل الديمقراطية العريقة هذا أمر غير طبيعي نتمنى في أقرب الأجال وفي أقرب وقت أن نخرج من هذا الوضع الغير السليم لأنه ببسطة الكثير من المؤشرات السلبية بدأت تظهر بسبب عطالة المؤسسات السياسية وعلى رأسها البرلمان وكذلك الحكومة لأن حكومة تصريف أعمال تبقى في نهاية المطاف تصريف أعمال لا يمكن أن ترقائ إلى مستوى القيادة فللأسف هناك كلفة حقيقية كلفة سياسية كلفة اقتصادية كلفة على مستوصورة وسمعة البلد لأنه تعطي نطبع على أن المغرب في وضع نهش من ناحية السياسية استقراره استقرار نهش وهذه صور لا تخدم بلدنا ولا تخدم غايات وأهداف النمو التي استطرها المغرب وخاصة في عهد جلالة الملك محمد السادس طيب دكتور إذا بغينا نوقف على أهم الأعطاب التي تعق تشكيل الحكومة عدم تشكيل الحكومة مسؤولية من؟ هناك حزب الفائز والانتخابات هناك رئيس حكومة معين موكلة بتشكيلها هناك أحزاب يفترض أنه يجب أن يتحاور معها للوصول إلى أغلبية من يتحمل مسؤولية هذا المأزاق؟ أنا أجنح إلى الحديث في الموضوع لا باعتبار تشخيص أو تجنسي المسؤولية في طرف دون غيره هذه المسؤولية هي مسؤولية كل طرف يتحمل منها قصة بمعنى أن الواقع ديال الجمود الواقع ديال التعثر في تشكيل الحكومة مرتبط أولا من جهة بالمبادر والمكلف سياسيا بتشكيل الحكومة هذا واحد ثم كذلك مرتبط أيضا بالأطراف التي يفترض أن تتشكيل معها ديالحكومة فإذا لكلين ظروفه ولكلين موانعه ولكن كتبقى في النهاية المطاف أن الواقع الذي يرتفعه أننا بدون حكومة فبدون حكومة لأسباب متعددة والمسؤوليات مرتبطة بالدرجة الأولى في تقدير الشخصي وهذا قلته وكتبته أكثر من مرة بسوء تقدير للموقف من طرف الحزب الفائز في الانتخابات ربما كان عنده حسابات أو على الأقل كان عنده تقدير يمكن أظهرت الأيام وأظهرت الأسابع بأنه لم يكن سليما ثم من جهة ثانية حتى الأحزاب التي يفترض فيها أن تكون ضمن هذه الحكومة أيضا هي الأخرى من جهتها لها ربما بعض المسؤولية في هذا الموضوع وفي هذا الجمهور دكتور دابل الحزب المتصدر للمشاهد السياسي يقول أنه فاز في الانتخابات عنده شرعية انتخابية وعلى الأحزاب الأخرى أن تنضبط وأن تدخلها معه وفتاح الحكومة وكيقول أنه أي تعطور أو لا صعوبة في المتفاوض هي مؤامرة عليه كيف تشوفوا هذا الخطب؟ هو خطب مساعد لتهيئة الأجواء وتصفيل الأجواء أو خطب يزيد الأمور تبطورا؟ هو كون أنه حزب فائز في الانتخابات وبحكم هذا الفوز هو مخول بتشكل الحكومة فهذا أمر من ناحية الشكلية سليم المشكلة هو في ما مدى تحقق أو ما مدى صلاحية التربة المغربية والثقافة المغربية والوضع والمشهد السياسي المغربي ما مدى صلاحيته وقابليته لتطبيق مثل هذه القواعد الشكلية التي نراها في كل الديمقراطيات فإذا كان هذا الأمر يتم بيسر وسهولة في فرنسا وفي أمريكا وفي عدد من الدول فإنه بالنسبة للمغرب وفي العالم الثالث الأمر مختلف تماما فهذه هي القواعد لم ترسخ بما يكفي لا بد من أخذ بالاعتبار مجموعة من الاعتبارات الأخرى هذه الاعتبارات المرتبطة بقوة غير ممثلة في المشهد السياسي ولاها مصالح لا بد من أخذ بالاعتبار الظرف الإقليمي لا بد من أخذ بالاعتبار الظرف الدولي لا بد من أخذ بالاعتبار كذلك التقافة السياسية المواطنة المغربي وهشاشة هذا البناء الديمقراطي في المغرب فإذا هذه كلها اعتبارات لا بد من أخذها بالاعتبار وإذا أخذناها بالاعتبار لا يبقى هذا العامل الانتخابي هو العامل الوحيد الحاسم في مسألة تشكيل الحكومة يعني دكتور أده الآن في الوضع الذي يعيشه المغرب لا يجيب اعتبار الصندوق الانتخابي هو المدخل الوحيد للحزم في التركيبة الحكومية صحيح لأن هذا الأمر لم يعد مسألة نظريا يعني نقولها نظريا ولكنه عمليا اليوم يثبت ويتأكد بالواقع الملموس بأنه لا يكفي أن تكون فائزة في الانتخابات لكي تشكيل حكومة في بلد كالمغرب لا بد من عدة أمور أخرى أن تتوفر وإذا لم تفرد هذه الأمور يمكنك أن تدخل في حالة يعني جمود أو نصل إلى الباب المسدود والحال يعني تجربة الحالية تؤكد هذه القاعدة بأنه الانتخابات لوحدها لا تصنعوا بين قوسين السياسة في المغرب فالسياسة في المغرب بالإضافة للانتخابات بالإضافة للصندق الاقتراع هناك عوامل أخرى هناك فاعلين آخرين لا يشاركون في العملية السياسة ولكنهم مؤثرين في العملية ولا بد من أخذهم بعض الاعتبار وهذا الأمر يجب ربما تفهمه قيادة الأحزاب بنسب متفاوتة فهناك أحزاب التي تدرك تمام الإدراك هذه الحقيقة وتتفاعل معها هناك أحزاب ربما تدركها نسبيا وبقدر قليل ولكن هذا الأمر لم يعد كما قلت هو حقيقة نظرية ولكنه أصبح حقيقة واقعية في توصفكم دكتور المشهد السياسي المغربي صرحته في صراحات صغفية أنه المغرب الآن في أشد الحاجة إلى حوار حقيقي بين الفرقاء السياسيين والذي قمت بالحوار تقريبا ما عاشوش في المغرب منذ ما قبل 1996 أعتقد كيفش كنتشوفوا الحاجة إلى الحوار وكيفش كنتشوفوا الحوار غصو يكون ففضل واحد الخطاب اللي هو محتدي وعدواني ما بين الفرقاء السياسيين هذه القضية الحوار السياسي أعتقد بأنها مهمة استراتيجية في المغرب لأن إذا أردت أصور الوضع باختصار شديد أن المغرب منذ فترة سنوات الرصاص ومات لها من احتكاكات ومن حوارات غير مباشرة بين الأحزاب الوطنية والنظام المغربي في المغرب انتهت بصورة ولا بأخرى انتهت إلى واحد نوع من التوافق بدأ منذ سنة 96 وتوجه بحكومة التنوو في 98 وكان هذا الحوار حوار سياسي حقيقي الغاية منه هو محاولة وضع أسس ولا بينات لتوزيع السلطة في المغرب وبناء ديمقراطية في البلد هذا الحوار أيضا عرف واحد المستوى ثاني ومهم وستراتيجي في سنة 2005 معا تقرار الخمسينية والإنصاف والمصالحة إلى آخرها هذه الدينامية أعطت أيضا دفقة وعنوان جديد لهذا الحوار كون أن الديمقراطية في المغرب ليس مسألة انتخابات فقط وإنما هناك عناصر هاشاشة في البناء الديمقراطي ديالنا لا بد من تجاوزها مثل التعددية السيسية وغير هم الأشياء نكمل الفكرة فمنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم نشهد حوارا سياسيا حقيقيا بين الفاعلين سياسيين هذا الحوار في أفوق بناء ديمقراطية وتمنيع الحياة الديمقراطية المغربية بمعنى أن نحن ندير انتخابات أن نستطيع سراع تتنافس ربما يصلون في هذا السراع وفي هذا التنفس الواحد درجة من الحدة يعني غير مقبولة ولكن بدون أفوق بدون أفوق لأن الأسوأ شيء في هذه العملية التي تجري يعني هذه العملية الانتخابية هو أن البعض يعتقد بأن هذه هي عينة ديمقراطية وهذه هي الديمقراطية ولكن البعض الآخر وهو مهم كذلك يعتبر بأنها ليست كذلك وإنما قد تكون في مخرجاتها في بعض الأحيان مقدمة للإجهاز على بواء بذور الديمقراطية في بلدنا لا تعتقدون دكتور أنه المقاربة حيث بعد ذلك التنمية والرئيس العقوبة تحديدا في التعاطي مع نتائج الانتخابات أنها مقاربة لم تستحضر الواقع المغربي معنى أنه حزب العدل والتنمية الآن شفنا الخطاب دياله أنه كي حبس النقاش كيقول أن رباح نتخابات سدينا وستكون نجي وتحلفوا معايا هو ربما ماشي بهذه الإطلاقية على الأقل من خلال متابعة حزب العدل والتنمية ربما ليس بهذه الإطلاقية ولكن لماذا تصريحة دي رئيس الحكومة انتهى الكلام اللي بغا قصو يجيني أنا سولته قصو لي تجاوبني متى واحد ما ينوب على الأخور اللي بغا يجيني عندي اللي مبغاش يتحالف معايا أنا عارفش عن دير يعني هذا النوع ديال صح هذه ملاحظة حقيقية وهذا ما يمكن شيء الإنسان غير هو كنقول بالنسبة لأقل من خلال معرفتي أنا بحزب العدل والتنمية يعني كفكرة هي عندها القابلية لتتجاوز واحد العديد من التعثرات عندها واحدة روح براغماتية قادرة على التفاعل مع هذا المعطية ديالواقع المغربي ربما قد يكون استدعى بالإله من خلال صريحاته من خلال خارجاته الإعلامية يعقد أو يعطي انطباعه يعني مغاير ومخالف عن هذا الحقيقة هذا لا يمكن أن ننكره ولكن الواقع هو أن هذا الآن ظهر بالملموس هو أن التنازلات التي قدمها حزب العدل والتنمية منذ سبعة أكتوبر إلى يومنا هذا لم تكن في البداية متروحة أبدا لم يكن يتصور أحد بأنه سيتنازل على كل اشتراطات التي وضعها في البداية من حزب الاستقلال إلى سميتو في البرلمان إلى غير ذلك ويبدو بأن هذه التنازلات كلها تغضيها لفكرة محاولة التوافق مع الخصوصية المغربية دكتور أن هذه التنازلات هي فريضة بطريقة أظهرت حزب العدل والتنمية في موقف حريج ما كان تشوفش على أنه كان بالإمكان أنه لو كان تحضر مصلحة للوطن ويكون النقاش هذي بدون خطحة حمراء بحل اللي قلتو كان بإمكان أنه يبقى توافق على تشكيل الحكومة طبعاً حالك ينتدفوع وكان يكون الحزب يدفع على مصالعه ولكن ما كانش غتب أنها تصورة ديال وحد الحزب يتشبت الموقف ومن بعد يضطر أو يجدو نفسه أمر الواقع ويتراجع صحيح هو دب هذا هو اللي ربما سيئ في هذا المصار هو أن حزب العدل والتنمية كان ممكن لو أدبر الأمر بطريقة مختلفة كان يمكن يكون ماشي في وضع حريج في حالي هو في اليوم ولكن هذه التنازلات اللي جات بعد ما اشتراطات اللي هي تكت تكون جازمة وحازمة لا 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 فطبيعي جداً أنه في النهاية كيف يبدو الإنسان يقدم تنازلات اللي هي ربما كبيرة وهي ليست كذلك ويفدو بأنه في وضع حريج وهو كان يعني معفى وكان يمكن يكون في وضع أفضل بكثير فهذا كله سوء تدبير في التقدير الشخصي هذا كله ناتج عن سوء تدبير سوء تدبير سياسي سوء تدبير إعلامي لهذه العملية وفي صلبه ربما وهذا أنا قلتو هذا رأيي سوء تقدير للموقف وسوء قراءة للمشهد المغربي ولمسألة الديمقراطية برمتها على عتبة يعني هذه الألفية التي نعيشها فإذا هذه الأشياء هذا الوضع الذي ربما يعيشه الحزب الفائز في الانتخابات هو يعكس كل هذه للتباسات التباسات مرتبطة كما قلت بمسألة ديمقراطية وإشكاليتها التباسات مرتبطة بالتدبير سياسي لعملية التفاوض التباسات مرتبطة كذلك بالإدارة الإعلامية لهذه العملية فهذه الثلاثة هو ربما أعطانا في النهاية حزب العدد للتنمية في وضع حرج وهذا الحرج يمكن كيظهر في كونه أنه قد يقولوا كلاما ويرجعوا عنه قد يأتخذوا موقفان أو يضعوا شرطان ثم يتنازلوا عنه وهذه الأشياء ربما قد من منظور آخر ومن زاوية أخرى لم تكن ضرورية لم تكن ضرورية طيبا دكتور نذهب إلى فاصل ونعود لإستكمال بقي مرحبا قضايا الساعة قضايا الساعة برنامج حواري مباشر على أمواج ذاعات كاب راديو قضايا الساعة لقاء أسبوعي يصدف خبراء ومسؤولين لمناقشة القضايا والأحداث التي تشغل بالرأي العام الوطني والمحلي موعدكم كل يوم جمعة مع محمد العمراني على كاب راديو عودة مجددا مستمعي الكرام لإستكمال حلقة مرحبا قضايا الساعة وليكن أستطفو فيه دكتور جبرون طيب دكتور هذا الوضع الغير مريح اللي كبشتو فيه العدل والتنمية أنتو بسبق لكم صرحتو في طريحات صحفية أنه ربما حزب العدل والتنمية يعيش التقل لزعامة لساعة الإله بن كيران يعني الآن يبدو أن هناك مشكل الآن وليك شكله ساعة الإله بحكم الكاريزما بحكم طريقة تدبيره لجربة الحكومية الماضية والآن لطريقة تدبيره لفترة دي المشاورات كيفش كنتشوف هذا المضحية دي هو أمر يعني غير خافي كون أن الأستدعب الإله بن كيران شخصية بكاريزما بتاريخ بيعني مواقف إلى آخره استطاع أنه يعني يتحول إلى سلطة معنوية إلى سلطة بين مزدوجتين روحية داخل حزب العدل والتنمية وهذا التحول إلى السلطة في نظر عادة الأتباع والبسطاء يعني أعضاء الحزب عادة ما ينظرون إلى هذا الشخص باعتباره زعيما يعني زعيما لكم قوله زعيم بمعنى قوله صحيح كلامه جيد مواقفه سليمة اختيارته إلى آخره فهذا النزوع هذا النزوع نجده تقريبا في كل التقافة التي تبنت هذا النماذج التنظيمية الحزبية المرتبطة بالنموذج السطاليني في الأحزاب وكان هذا في الأحزاب اليسار قبل الإسلاميين فإذا هي كظاهرة ظاهرة سياسية مفهومة لا من ناحية التقافية ولا من ناحية السياسية المشكلة أولا من جهة أنها غريبة على تقافة البيجي دي البيجي دي بطبيعته هو نشأ ضد الزعامة لأنه الأصل في هذا الجيل الذي يقود هذه الجريبة هو أنه انقلب وخرج على زعيم اللي هو عبد الكريم مطع في يوم من الأيام في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات وكان يعني كل هاجسه ولا يكون من بيديه بزعيم ثم كذلك أن خلافهم مع الأستدعب السلام ياسين لأنهم كانوا في مرحام المرح يفكرون وخاصة في البدايات على أن يلتحقوا به أو يلتحق بهم ومن الأشياء التي جعلتهم يبتعدون عنه هو كونهم لا يريدون أن يكون بينهم شيخا أو زعيما اليوم الآن على إيتي حل أستدعب الإله من كيران هو أردنا هذا الأمر أم يعني على الأقل فهذا واقع منذ تحمول مسؤولة رئيس الحكومة في 2011 ما بقناش نسمعه رأي مخاليف داخل العدد برغم أنه عنده أطور عنده صحيح يعني هذا الشي يجي أنه ما يشوف كون أنه ما يكونش رأي مخاليف يقدر يكون هذا الرأي ولكن رأي دائما يبقى ضعيف مع وجود الزعيم ربما يكون نقاش داخلي ولكن المغرب الآن ولو العدد المتنمية مرتبط والخطورة هذه النوع التقافة في البلد العالم الثالثية وخاصة في الأنظمة الملكية يعني كتكون خطورة شديدة جدا لأنه بعض البلدان بعض البلدان لا تتقوا أكثر من زعيم ولا يمكن أن يكون فيها زعيمين وبالتالي فلابد من هذا النوع من التقافة لابد من محاربتها واحتم باب الديمقراطية ومنظور الديمقراطي فإن البلدان العريقة في الديمقراطية لا تصنعوا زعامات لقد تكون كارزما محدودة في الزمان والمكان ثم تمر تؤدي دورها وتمضي فكن ضمن بأنه وهذا ما لحظته يعني أخيرا هو حزب العدلة والتنمية فيه نوع من يقضى والانتباه لهذه المشكلة بمعنى أن الزعامة يعني قد تكون مدرة بالحزب وقد تكون مدرة بدوره الإصلاحي وبالتالي لا بدأ من تخليف منها هناك تسريبات تسريبات الآن كتقول أنه كالنقاش يمكن أن يقع التمديد أو تغيير القانون داخلي الأساسي للحزب العدلة والتنمية باش يمكنه سعب الإله من هذا كان مطرح منذ السنة الماضية هذا الأمر يعني كان مطرح وستشوفوش أنه هذا النوع دي تكريز مازال الحزب أنه سيكرس الظاهرة دي الزعامة هذا الأمر هذا أولا كان مطرح منذ السنة الماضية وهو له الأسباب الوجيهة التي جعلت البعض يطرحوه هو كونه قد يكون شكل من أشكال التوفيق بين أمين عام ورئيس حكومة حتى لا يحصل التنازع ولكن الآن يبدو بأن مياه جرت كثير جدا من السنة الماضية إلى اليوم في تقدير الشخصي في تقدير الشخصي أن هذا الأمر لن يحصل على أية حل أو على الأقل أقول بأن من منظور عقلاني واعتبارا لكل هذه التطورات التي حصلت منذ السنة الماضية إلى الحين يبدو بأن الأمر يجب أن يقف عند هذا الحد بمعنى أن جديد المستدعب لإلهي بن كيران لولاية أخرى قد تكون فيه إشارة سيئة وسلبية جدا في اتجاه الكثير من الفاعلين في المشهد السياسي المغربي وربما كنظن بأن حزب العدل والتنمية بدأ يدرك تمام الإدراك كون أن هذه المسألة هي مسألة مهمة ويجب أخذها كنت صرحته دكتور أنه من بين الرهانات اللي متروح على العدل والتنمية في مؤتمره القادم يعني اللي غايد دارت قريبا من دابات الشهر أنه خصي جدد رخابه خصي فرز قيادات اللي كتتعطى ب إيجابية وكتستعب تحدد المرحلة واش كتشوفوا الآن أنه الحزب غايمشيف هادشي اللي دعيتونه كان ضن كان ضن بأنه في غياب في غياب حل يقوت لك في غياب آراء اللي كاتبين أنه كان نقاش حيوي ممكن ذاك شيء لداخل ولكن في غياب نقاش علني دي المتقافين دي الأطور دي الأطور كما أنه صعوبة للوصول هذا المطلب اللي طلبتوا به دكتور حزب العدل والتنمية بين أمرين إما أن يتجاوب مع هذه الظروف يجدد نخبه القيادية بما يسير متطلبات هذه المرحلة التي دخلها المغرب أو أن ينتهي كدور كفاعل إصلاحي في المشهد المغربي ولهذا فالأمر يعني هو ليست له فوسحة ليست له خيار ليست له خيارات كبيرة في هذا الاتجاه فالمغرب الآن بحاجة إلى لحمة وطنية وحزب العدل والتنمية يجب أن يستوعب بأنه يكون جزء من هذه اللحمة وأن يعززها باتجاه الرد على واحد العدد من تحديات التي يعيشها المغرب سواء فيما يتعلق بالوحدة الترابية سواء فيما يتعلق بالتحديات التنمية الاقتصادية وربح رهان هذه القوة الصاعدة هذا شيء يقتضي أنه يكون تنازل أو تنازل متبدلة صحيح واش كنتشوفوا الآن أنه عدد مياه مستعد لتقديم هذه التنازلات يقدمها ويقدمها وعمليا أن يقدمها وهي التي تجعله في وضع حارج ما الذي يجعلنا ننظر اليوم إلى حزب العدل أنه في وضع حارج وأنه وضع نفسه في مواقف بين مزوجين بايخة هو كونه يتنازل ربما ليس في الوقت المناسب أو متأخر تنازل ستكون إيرادية عنوعي يعني مفكر فيها هي إيرادية هي تفهد الحالة هي إيرادية غير هي كتكون متأخرة أنا كنت أعتقد الفهم المتأخر والتنازل المتأخر هو الذي يعطينا إحساس بالمدلة إحساس بكون أنه هاتشي هذا مكانش ولكن كنظن بأن التنازل في وقته وفهم الرسالة في وقتها يكون إيجابيا على الجامع ولهذا كنظن أنا من حزب العدل والتنمية يفهم دابل أنجي إذا بعد هاتش الحصل وكنظن ربما هذا ما سيستير خروج الحكومة في القارب ربما هو أن لا بد له أن يتجاوب بجدية أو بمسؤولية مع معطية المشهد سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية لأنه هاتش اللي يخصوا يفهمه النخب السياسي عمونا في المغرب بأننا في وضع قرارنا السياسي فيه يعني يأخذ بعلا الاعتبار واحد العداد دي المتدخلين والمؤثرين الدوليين إقليميا وكذلك دوليا وهذا أمر خصويت فهما كيف تشفوا دكتور أنه الآن أخذ صريح دي الأستاذ عبدالي بن كيرا أنه كان رئيس برلمان الآن منتخب بالطريقة ورئيس حكومة لازال يسر على إبعاد الحزب اللي كان تميله رئيس البرلمان يشوف أنا في تقدير ديالي أن هذا بين القوسين هذا المعركة الصغيرة حول وجود الاتحاد الاشتراكي في حكومة من عدم في أجوز الأشياء الأمر الأول وهو هي مسألة أدبية وصواب وصافدة بدأت كتب لي لأنه لماذا ليس هناك سبب وجيه من ناحية السياسية يجعل الاتحاد الاشتراكي أقل حضودا من وجوده في الحكومة ومن توجوده في الحكومة من مثلا الاتحاد السوري أو غير من الأحزاب فمن هذا الناحية كل ما هناك هو أن مرتبطة حزب عدلة والتنمية وفي رد متجنج على الاتحاد الاشتراكي وبالتالي إن قاد ووجه رئيس الحكومة لا بد أن نجد سوية معينة يعني إشكال نفسي يعني وليس عنده هذا الطبيعة هذي بغينا ولا كرهنا ولكن أنا المصالح وهذا الأمر الذي هو مهم أكثر من هذا الشياء هذا كله ليس معقولا أن يكون عندك رئيس رئيس برلمان رئيس أغلبي بين مزدوجتين أغلبية برلمانية لا يوجد ضمن الحكومة فواله بوزير بوزيرين أو شيء من هذا القبيل أنا أعطيه صورة سيئة صورة سيئة أو واحدة التناقض وحدة التناغم بين المؤسسات ليس إيجابيا ربما هم يفكرون في مخرج لهذه القضية ولكن أنا منذ البداية قلت أول حزب ربما أدخل الحكومة والتعال السراكة عندما حصل أغلبية مرشحة عندما حصل الأغلبية في البرلمان وأصبح رئيس البرلمان فهذه القضية هي مهمة ويجب أن تخذ بها الاعتبار لأنه التشنج هو قائم فقط على الاستراطات كون أن هذا الحزب ما بغاش في الأول ومن بعد كذا وشيء من هذا القبيل فإذا نقاش واخدت الطبيعة هذه ولكن أنا في تقدير الشخصية لو أخذ الأمر بنوع المرونة والهدوء وبعيد على هذه الأبعاد كان يمكن أن يكون هذا الأمر تسوى منذ وقتين وليس بلخصر لأنه حيث العدو التمية يقول هو مخصص يكون المنطقة التوزيع والمنطقة للغنائين في الحكومة هو يكرسوها مثلا أنا كنشوف سعد إذا يقول تحسر كيخد البرنامج المارك عليه كأنه كان هناك وزائع غنوزع بعض اتنا وكل واحد يضحق ويسكت وشكتشوف لأنه هذا النوع عند الخطاب كيساعد على لا أنا ما كان ربما ليس هو هذا ما يقصدوه من هذه الناحية ولكن هو غير فقط للحفاظ على واحد نوع من حد أدنى ذي الكرام الرئيس حكومة كونه قال كلمتان وتنازع عن أشياء فلابد الضرف الأخر أن يتنازع الأشياء أخرى الذي يزعج في المسألة هو أمر آخر هو كيف يمكن لحكومة أن تكون فاعلة ومنتجة في غياب معارضة حقيقية وقوية لأن المعارضة هي شكل من أشكال ممارسة الحكم وممارسة السلطة أنا عندما أرى بأن وحد اللفيف من الأحزاب والقوية والقادرة على قيادة معارضة كلها كدخل الحكومة بمعنى أن نبدأ نشوف بأن معارضة عندنا ستكون ضعيفة إذا كانت معارضة ضعيفة سننفهم بأن حكومتنا ستكون أيضا ضعيفة فهذه من الأشياء المزعجة في هذه العملية دي التوليف هذه من العطاب دي الوضع السياسي المغربي والذي قلتنا أنه ما زال موصلنا للمرحلة الديمقراطية فبتالي معارضة قوية أو أغلبية قوية زي ما يعني خص اللي كنشوف أنه خص يكون نقاش حول القضايا الكبرى حول المصلاحة دي البلاد حول كذا أما معارضة قوية أو الأغلبية قوية ما كانت أن تستقيم في الواقع دينا صحيح ولكن نحن في إطار واحد تمرين خصنا نفهم أننا نحن ندير تمرين التي هي دخلة في إطار تنمية الواقع الديمقراطي لدى الشعب المغربي في إطار بناء مؤسسات أيضا تتوفر فيها مواصفة ديمقراطية نحن في حال ديمقراطي طبيعي ولكن نحن هذا التمرين عندها أهميتها في مشروع دي البناء الديمقراطية وفي وصول حالة ديمقراطية سليمة ولهذا أنا كنظن من الأشياء اللي خصنا نولي وكنعطيوها الاعتبار هو كون أن المعارضة ماشي معاكسة المعارضة المعارضة هي شكل من أشكال ممارسة السلطة ولكن هي ممارسة السلطة غير هي بطريقة أخرى تصور المعارضة كيفش كنتشوفو خصنا معارضة قوية ورئيس الحكومة صور خطاب كل استهداف لأي حزب يعرضه يرجعو حديما لفساد نموذج دير كان يعني كأنه صور من غربها أي واحد يعارض حزب رئيس الحكومة فهو ضد هذه الآفات هذه آفة في القادة السياسيين للأسف شديد لكل أحزب تقريبا مع استثناءات قليلة جدا اللي يبقوا في خطبهم نضيف كلهم داروا حملة انتخابية وداروا بين قوصان خطب سياسي قائم على تونية الفساد والإصلاح معناه هذا أي أن الإصلاح هو أنا وغيري هو الفساد فالمشكلة من اللي كان دخلوا في هذه التنائية هذي رح كيولي عندنا كل واحد كيعتبر نفسه هو الإصلاح ماشي كنا شركاء غير منظورات مختلفة في الإصلاح لا كين واحد مصلح والبالمقابل دياله كين مخصيد الواحد فساد واحد إصلاح وهذا لا يساعد على بناء الديمقراطية هذا ما كيساعد لها قيم الديمقراطية وعلى بناء وحدة وطنية وعلى التاشي وبالتالي هذه الأشياء هذه خصنا ننتهي منها خصنا نخرج منها لأنه ببساطة خصنا نفهموا بأننا كل هؤلاء الأحزاب وقادتها كلهم شركاء في الإصلاح فقط هناك منظورات مختلفة للإصلاح يمكن أنا كنشوف بهذه الطريقة واحد أخر كنشوفه بطريقة أخرى فهذه الحالة هذه ممكن أننا نوجد تقاطعات تفاهمات بعيدا على لأن المشكلة هو عندما تحكم على الآخرين بأنهم مفسدين وتجدوا نفسكم مضطرة للتعامل معهم فهذه كاريتا هذا شيء يا دكتور كيحدا اللي اسمته الدور التحكيمي والتحكومي دي المؤسسة الملكية في ضبط سبسق سياسي صحيح يكون هذا آخر سؤال لأن الوقت يزحمنا كيف تشوفوا الضور الآن للملكية في خصوص للملك محمد الساديس نعم قلتوا أنه ملك ديمقراطي وعنده دور أساسي الآن في حماية الخيار الديمقراطي بلدنا صحيح فهذه القضية هذه خصوصنا نفهموا وحد المسألة ربما كثير ديال الناس ما كين تتبهوا لاش أن جلالة ملك محمد الساديس هو يعني في قرارته لا كشخص ولا على المستوى التمثل للسياسة هو ملك ديمقراطي وكل خطب وكل إشارات التي أرسلها منذ سنة تسعود وتسعين كلها تذهبوا في هذا الاتجاه سواء في حديث على الأحزاب السياسية سواء في حديث على البناء الديمقراطي في حرصه على نزهة الانتخابات إلى غير ذلك من الإشارات المشكلة هو أننا مشكلة حقيقية أمام يعني وضع السياسي هش فهو الموروض سيلبي فهو تعددية هشة إلى أخر عندنا مشاكل أعطاب إذا هذه الأعطاب التي تحول دون بناء ديمقراطية سليمة لا من حيث التعددية وحفظ التنوع وإلى أخر أنها تتحمل مسؤولية استراتيجية وهي تتحملها يعني عمليا مسؤولية استراتيجية وحيوية في التحكم والتحكيم لأنه عندما يحصلوا خلاف بين هذه الأحزاب وفي النساء السياسي عادة الملكية هي التي تحسيم أيضا التحكم هو أنه ما يمكن لا يمكن خاصة في فترة الانتخالات أن يسمح لحزب مهما كان أن يهيمن على المشهد إلى درجة هذه الهيمنة تصبح قاتلة للتنوع أو مهددة للتعددية وبالتالي فهنا الملكية يكون لها دور كبير جدا في حفظ هذا التعددية والتنوع وأظن بأن ملكية محمد السادس هي مدركة تمام الإدراك لتعقيدات هذا التحول الديمقراطي ومتطلباته وأرى على الأقل شخصيا ومن خلال المتابعة الكثير من تدخلات الملكية هي محكومة بهذه الغاية وبهذه النية هل تشوفوا أنه نخبسي الآن متمثلة ومستعب للدور اللي خلصت لعبو الملكية هناك نجد أشياء هناك نرتباك أنا كنجد الحالة أولا كن فريق من نخب السياسية المغربية التي لازلت مرتهنة لخطاب الوطني الكلاسيكي ما اللي كنقول كلاسيكيات لتنائية صراع الحركة الوطنية مع الملكية والنزاح والديمقراطية وهذا النوع من الصراع كي صور الملكية باعتبارها تنازع في مسألة الديمقراطية وهذا والحل هذا خطاب للأسف هذا استلاب في الماضي هذا خطاب سيء مرتبط بالماضي انتهى مع على الأقل مع 96-98 النوع الثاني وهذا المستوى الثاني وهذا الشيء اللي خصو يفهمه النخاب السياسية الحالية هو أن الملكية اليوم دورها الأساس هو رعاية الديمقراطية وهذا الدور الرعاية يخول لها التدخل ويجب أن نخول لها هذا الحق في التدخل وهذا الحق في التدخل وفي ضبط المشهد وفي إحداث التوازن هو أمر مشروع في مرحلة التحول والانتقال نحو الديمقراطية وللأسف نجد أن البعض لا زال يعني عنده التباس في فهم هذا الدور هذا وفهم هذه اللحظة هذه وهو هذا التباس من شأنه أن يدخل لنا في بعض أحيانا في بعض التحقيدات بالأسف نميسعدنا الوقت لمناقش الكثير من القضايا وسعدنا بلقائك وكان لقاء ممتع وحقيقي نتمنى أن صدفك مرة أخرى شكرا لك شكرا لك وأنا أسعد بالحضور معك ومع مستمعي كاب راديو سودعكم الله السمعين الكرام وإلى الأسبوع المقبل إن شاء الله خبايا الساعة كاب راديو من الشمال للجنوب